سيكا الخير فصيخ يقول هل يعرف الإنسان بعد أن يدفن في قبره يعرف مصيره وهل إلى الجنة أو إلى النار الحمد لله الإنسان قبل أن يقبر وهو في سياق الموت يعرف مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن هذه مسألة غيبية لا تعرف إلا بالوحي من الله ولذلك قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال العلماء في الحياة الدنيا عند الممات صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان الإنسان في إقبال من الآخر أو إدبار من الدنيا نزل ملكان فإن كان من أهل الجنة يأتون بكفا من الجنة وحنوط من الجنة ويبشرونه يبشرونه ولذلك تسل روح المؤمن كما تسل الشعر من العجين وتنزل من أو تخرج الروح مثل نزول القطر من فيه السقاء ثم تحمل إلى السماوات وتفتح لها أبواب السماء ولذلك الإنسان وهو في سياق الموتر الجنة إن كان مؤمناً وأما إن كان كافراً أو منافقاً النفاق الاعتقادي والعاذ بالله فإن تنزل ملائكة سود الوجوه يعني كريهة رائحة فينزعون ينزعون روحه نزعاً ولذلك قال تعالى والنازعات غرقاً النازعات هي الملائكة والروح تغرق في البدن لأنه لا يريد الخروج فهو يرى مصيره ويرى نهايته ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فينزعونها كما ينزع السفود من الصوف المبلول السفود هو الشوك اللي يكون في الصوف لما تخرج من الصوف كيف يتمزق الصوف وينسحب معه ثم يبشر بالنار والعياذ بالله يبشر بالنار